السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنتي ولي الله الحمد بارك الله فيك كلكم زيان اللهم امين الله حفظك ابنتي الحمد ربي وشكرا بنتي الله يفرحك بدخول الجنة بنتي عيشة علي بارك الله وفيك عمي ربي يخليك لا فيك عمي ادعي مايا ليلة هيد الله الله يخليك الولدين بشي جوز فالح يا رحمة يا رحيم ادعي لي مع الولدين اللي شفيها يا رحمة يا رحيم يا ربي يا ربي يكريم ادعي لي مع الوحد الخواذري انت هو مخدر لي الله بشي جوز ورجمة لي الله واخا بنتي بإدله وجمال مسلم يا رب يا ربي يا كريمة بنتي عيشة الله يكملك الرجاء للعيشة الطيبة العيشة الهنية العيشة الكريمة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نلا ايش ابنتي بعد مرات كتب لنا الحياة صعبة وكتب لنا الابواب مغلقة وكيبا لنبي ان البحث عن عمل وعن شغل صعب المنال ومن تم التفكير في الزواج وتكوين اسر والاستقرار كيبا كأنه حلم مستحيل هذا كل غير اوهم مجرد اوهم وإلا الحقيقة ما هي هي ان الله سبحانه وتعالى مدبر هذا الكون ويرزق العباد ولا ينسى احد الله سبحانه وتعالى دلنا الرزق في هذا الوجود على نوعين هناك رزق تأتي اليه ورزق يأتي اليك الرزق الذي تأتي اليه هو الانسان من الذي يكون اعطاه الله عقل راجح وعطاه قدرة المدارك وعطاه قوة الفهم وعطاه احتى الشكل ديالوج تقع مناسب وجهه جميل صبوح انيق في لباسه فهذا سهل ان يبحث عن عمل وسهل ان يبحث عن زوجه انسان ربي اللي اعطاه اعطاه صورة جميلة واعطاه عقل راجح واعطاه افهام ومدارك ومشال الجامعة وخاض دبلوم العالي وش هو اللي وصل هذا المستوى لا بل الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنه وجعله يولد وفي فمه من العقم ذهب القبه لبس عليه جده لبس عليه اعمامه اطباء خوال محامين انسابه قضاة عائلته تجار كبار لم يختره هذا الوضع وانما ربنا عز وجل هو الذي هيئ له هذه الاجواء وعطاه رزق رغم انه كيبان بانه كيبحات وكي وكيسعاب شوصل للرزق ارا كل من عند الله هذا رزق تأتي اليه وكين رزق اخر غزار في وحد شطر اخر محفوظ حفظه الله تعالى كي تسمى رزق يأتي اليك عقل على ايه الاحباب الكرام الرزق نوعان رزق تأتي اليه ورزق يأتي اليك الله تعالى كل يوم كيخرج الميزانية ما تربطوش الميزانية الله يجزيكم بخير بالصندوق دي المقاصة وبالميزانية دي الوزارة المالية وبصندوق النقد الدولي هذا كل غير العب صغيرة وانما الميزانية الحقيقية الله تعالى هو الذي يخرجها وهو الرزاق ذو القوة المتين وهو القائل وان من شيء الا عندنا خزائنه وفي السماء رزقكم وما توعدون رزق كثير هذا الرزق ربك يتسنى شكل اللي غادي يعطيه له شكل اللي يستحقه الرزق الذي ينالك بلا تعب ولا مشقة انت جالس وربك هياسي سبب صغير وكيشي فيه رزق وفير وكتكون جالس حتى كيسخنك الله الزوج او الزوجة الصالحة من دون تعب وكيسخنك الله الاسباب كلها كيف ذلك؟ وهي ان الله تعالى ينظر الى قلوب العباد الى القلب دي العبد فيه الايمان وفيه اليقين كيعطيه الله نقاط زائدة بعد الايمان واليقين كيشوف الله تعالى واشن القلب دي العبد فيه المحبة وفيه الخير للخلق الله يزيده نقطة اخرى كل ما كتزيد انت في العمل الصالح ربك يفتح لك هل نقاط كاتك نقاط متعددة كتوصل الواحد الباغام معين يفتح لك الكود راكين خزائن السماوات وعندها ارقام سرية عندها دي كود وكل رقم عنده علاقة بحلقة ولله المثل الاعلى بنقاط فيها سلاليم حينما تجعل في قلبك الايمان واليقين وتجعل في قلبك ونفسك الحب للاخرين والرحمة بالاخرين ثم تكون دوما ما تددك للخير اعلم بانك قد وصلت الى صناديق دي الحق سبحانه وتعالى الرزق الذي يأتي اليك ويفض عليك الرزق هذا الكلام ايه الاحباب الكرام ليس عبارة عن خرافة او اساطير او اوهام هذا كلام نؤمن به وقد رأيناه بام اعينهتين التي سوف يأكله مدود رأيناه بام اعينه سنين طويلة يام هناك اناس كانوا فقراء فاصبحوا بين عشية وضحاها من الاترياء او من الاغنية او على الاقل من المستورين كم من احد كان يبحث عن نصيبه زوج او زوجة فاذا برب العزة يختار له اجود وانبل ما خلق من الخلق الله كريم فلهذا بنتي عائشة من خافه من حزنه الى التعكسة من هذه الجهة ما عندناش الوسائل اللوجستيكية ما عندناش القواعد ما عندناش القدرة على الدفاع من هذه الجهة خلوا دخل جهة بردع وغن توجه الجهة الثانية الرزق الثاني انقلوا يا الله يا كريم يا جواد وغن حب الخير للناس وانسعى في الخير وسترى عجائب قدرة الله سترى بان خزائنا الرحمن تفتح والرزق يصب عليك صب وغدق بان كل ما كتمنى على رب العالمين يعطيه اليك بالاضعاف المضاعفة فاسأل الله الكريم يا عائشة ان يختر لك زوجا صالحا طيبا مباركا في القريب العاجل وان يمتع ولديك بالشفاء التام من كل داء وسقم والاخوة دلك والاخوات اللهم اجمع شملهم وحقق رجاءهم وبلغوا مقصودهم امين امين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر